بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة السنة الثانية ثانوي جميع الشعب العلمية مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات كما وعدتكم من قبل يوم جبت لكم فيديو فيه مراجعة على الدول إذن جمعت كل الأسئلة التي جتني في التعليقات عن الدول جانت أسئلة على يعني كينما لديهم مشاكل على مجموعة التعريف كي تكون تركيب دلتين كين يعدهم مشاكل في إيجاد العبارة يعني العبارة الجبرية مثلا أفداء رجي كين يعدهم مشاكل على إيجاد صورة عدد بتركيب دلتين إذن هذا الفيديو رح يجيب لكل هذه التساؤلات إذن بالتوفيق للجميع إذن السؤال يقول عين مجموعة تعريف F و J و F دائرة J و J دائرة F ثم عين عبارة F دائرة J و J دائرة F شفنا في الفيديوهات السابقة أن عملية الترتيب ليست عملية التركيب عفوا ليست عملية تبديلية يعني ليس في جميع الحالات F دائرة J تساوي J دائرة F إذن نبدأ على بركة الله في أول مثال المثال الأول عندي الدالة F أو الدالة F عفوا معرفة كالتالي F دائرة F تساوي X مربع زائد واحد لماذا عندما قلت الدالة F دائرة F اعتذرت قلت لكم عفوا لأننا كاينين بزاف ليخلطوا بين F دائرة F انتبهوا F ل X هو عدد وليس الدالة F هي الدالة ولكن F ل X F ل X هي صورة العدد X بالدالة F إذن حذاري من هذه الأخطار قلت F ل X تساوي X مربع زائد واحد J ل X تساوي واحد على X إذن لإيجاد مجموعة التعريف F لسمي تودي F نلاحظ أن عبارة F ل X هي X مربع زائد واحد وX مربع زائد واحد هو كثير حدود كما نعلم أن كثير حدود معرف على R إذن DF دائرة أو المجموعة التعريف دائرة دائرة هو R ثم بعد ذلك عندي جهي X هو واحد على X الدالة مقلوب كما نعلم أن الدالة مقلوب معرفة على كل الأعداد الحقيقية مع عداء السفر أو بطريقة أخرى نقول مجموعة التعريف الجهي هي كل الأعداد الحقيقية R حيث X لا يساوي السفر دائما المقام نحو القيمة لينعدم فيها المقام وبالتالي تصبح دي جي تاعي هي R نجمة أو بطريقة أخرى R مع عداء العدد السفر هذه أول خطوة الثاني خطوة الآن ونشوف مجموعة التعريف إذن نحسب مجموعة التعريف لحظة معي D للدالة F دائرة G نعود هالكم ونمتلكم حيلة بسيطة لإيجاد مجموعة التعريف تاع تركيب دالتين أولا هذه المجموعة هي هي كل الأعداد الحقيقية R بحيث يحقق الشرط التعريف قلتلكم كي يكون عندكم دالة تركيب دالتين مجموعة تركيب أولا تكتبوها كالتالي F رون G لإيكس يعني تكتبو الصورة التعريف لإيكس تساوي F دائما نبدأ بالأولى ثم الثانية هذه كأول خطوة قبل ما تديرو مجموعة التعريف ثم بحظوا معي مجموعة هنأ نعلم أن الدالة G تاحة عندها مجال التعريف وهو D G مجال التعريف التحدي F هنا من خلال هذه العبارة نجبت من جموعة التعريف دائما نقول أن X لازم ينتمي إلى DG إذا نكتب كل الآد الحقيقية حيث نبدأ X ينتمي إلى الدالة ثانية جموعة التعريف الدالة اللي كتبناها هنا ثانية ثم هذه حاجة و يعني التقاطع يعني يجي مع بعض والآن لاحظوا معي لداخل F ماذا عندي داخل F عندي G X إذن G X هو اللي ينتمي إلى DF إذن دائما نستعمل هذه الحيلة باش تلقى جمعة التعريف نكتب وج X ينتمي إلى DF أتمنى فقط أن هذه الحيلة أعجبتكم باش سهلكم وجام يتغلطو إلا درتو هكذا جام يتغلطو في شكو نتابع نتابع إذن قلت مجموعة تعريف F دائرة G هي كل الأعداد الحقيقية حيث التي تحقق X ينتمي إلى D G و يعني رح ندير تقاطع المجالين رح تشوفوا فيما بعد و G ل X ينتمي إلى DF الآن رح نعوذ ما معنى D G إذن X رح ينتمي إلى مجموعة التعريف الدالة G اللي قلناها أن R نجمة و G ل X أيضا نعوذ العبارة تحا يعني 1 على X ينتمي إلى مجموعة التعريف F F مجموعة التعريف تحا هي R الآن لحظوا معايا كيف رح نجب مجموعة التعريف إذن في الأول عندي R X ينتمي إلى R نجمة نعوذ وش معنتها R نجمة يعني X يختلف عن السفر وتقاطع لازم يكون 1 على X ينتمي إلى R وش معنتها 1 على X معنتها 1 على X أي عدد رح ينتمي إلى الأعداد الحقيقية إذن نعرف أن 1 على X معرف على R نجمة وعندي هنا الشرط يعني تقاطع الشرط هذا X لا يساوي 0 وهذا ينتمي إلى R هذا دائما محقق ولكن بفضل هذا إذن ما هي مجموعة التعريف أخيرا مجموعة التعريف F أو F دائرة G كنحقق الشرط نحن نلقى أن هي R نجمة أتمنى فقط أن يكون مواضح لأن إذا اديت أي قيمة رح واحد على X يكون ينتمي إلى R يعني عدد حقيقي ما عدد X لا يساوي 0 أتمنى فقط أن وفقت في شرح هذه الجزئية لاحظوا معايا رح نعين لكم مجموعة التعريف الآن G دائرة F رح نعود للشرح مرة أخرى لي ما زال عدهم مشاكل لاحظوا معايا G رون F نكتب العبارة تحابيضة يعني ما هي صورة G رون F ل X هي قلت نكتب G نكتب الأولى هذه صورة G ل F ل X هذه هي تعريف تركيب دلاته الآن قلت لكم نعود للشرح من جديد يمزال عدهم مشاكل هنا نكتب تحت ال F نكتب D F بجموعة التعريف F هنا G نكتب D G الآن وش قلت حسب التعريف بجموعة التعريف يعني بجموعة التعريف G رون F ماذا تساوي قلت لكم كل الأعداد الحقيقية التي تحقق ولكن شرط أن تحقق وش قلت لكم X ينتمي إلى D F إذن نكتب X ينتمي إلى D F و F ل X ينتمي إلى ماذا إلى و طبعا F ل X إلى ماذا ينتمي إلى D G جيد بنفس الخطوات أعيد الشرح إذن D G رون F جموعة التعريف دائما هي كل الأعداد الحقيقية التي تحقق نعوض X تنتمي إلى D F D F ما هي هي R إذن نكتب R و F ل X ماذا تساوي تساوي X مربع زيد 1 تنتمي إلى D G ما هي هي R نجمة وش معنتها R نجمة لحظوا معي نغلق العال لحظينا إذن هنا X ينتمي إلى R الشرط الأول وتقاطع لازم X مربع زائد 1 ينتمي إلى R مربع الآن نجمة هي كل الأعداد الحقيقي التي لا تساوي 0 لاحظوا معي إذن X تقاطع هذه المجموعة مع هذه المجموعة مع X مربع زائد 1 لا يساوي 0 هل X مربع زائد 1 يناعد لا نقول أن X مربع زائد 1 لا يساوي 0 مهما يكون X ينتمي إلى R إذن هنا هذه محققة دائما وX ينتمي إلى R تقاطع تحم وليس خرج لي خرج لمباشرة مجموعة تعريف G رون F يعني أسنين محققة عن أعلى R إذن تخرج لي R شتو أن المجموعة يعني مجموعة تعريف A F دائرة G خرجت لي R نجمة ومجموعة تعريف G رون F خرجت لي R يعني من هذا المنطلق فقط نلاحظ أن G رون F لا تختلف عن F رون G لماذا لأن تعريف يعني غير محققة أتمنى فقط أنني وفقت في هذا الحالة الأولى نشرح بالتفصيل المهمل ولكن إن شاء الله في الأمثلة الأخرى رح ندير شوية سرعة خلاص بعدما فهمنا بجموعة تعريف سهلة الأمثلة الأخرى الآن تعيين عبارة F رون G ركزوا معايا في إيجاد عبارة F ضائرة G إحنا شفنا أن بجموعة التعريف وهي F ضائرة G هي R نجمة إذن نقول من أجل كل عدد حقيقيا تامي إلى R نجمة إذن باش نلقاو صورة X بالدالة هذه دالة F تركيب G نكتب كالتالي أولا نبدأ بالأولى الأولى شكل هي هي F نكتب هكما هي نفتح عريضة ونكتب G لأيكس الآن وش رح ندير رح نلقاو صورة G لأيكس بالدالة F نحن نعوضها كما هي إذن نعرف أن F لأيكس كم تساوي تساوي X موربع زيد واحد رح نعوضها بG لأيكس باش ديكم أسهل إذن X موربع عوضة ما نكتب X وش نكتب G إذن جي لأيكس الكل موربع باش تفهموا أكثر باش ديكم أسهل تبعوا هذ طريقة رح ديكم أسهل باش ما تغلطوش ثم نتابع إذن F ضائرة G لأيكس ماذا تساوي إذن قلنا أنها جي لأيكس موربع زيد واحد إحنا عبارة جي لأيكس ماذا تساوي تساوي واحد نربح واحد على إكس الكل مربح هو واحد مربح تالبسط على إكس مربح تالمقاب زائد واحد ممكن نخلي العبارة هكذا ممكن واحد المقابات إذن مهم هو أنت عرفوا كيف تلقوا عبارة G F دائرة X بنفس الطريقة رح نلقوا عبارة G دائرة X تبعوا فقط معي ولكن حبيت قبل ما ندخل في عبارة G دائرة F حبيت نجيب المشتركة اللي سألتني وقاتل كيف رح نلقى صورة مثلا عدد أي عدد واحد اثنين ثلاثة معدس اللي بتركيب دائرة هنه رح نطبق نفس الشيء لاحظوا معي رح نكتب F G لواحد ثم بعد ذلك نكتب هنه ممكن نعوذ مباشرة G لواحد ماذا يساوي احنا عدنا G لإكس هو واحد على إكس إذن G لواحد ماذا يساوي رح يساوي واحد على واحد ويساوي واحد إذن نعوذ إذا محتولي F للعدد واحد إذن نلقى الصورة قبل العدد واحد بالدلة تاعة G ثم نلقى صورة العدد هذا اللي لقيته بالدلة F وصورة العدد واحد بالدلة F قلنا أن F هي X مربع زايد 1 إذن يولي 1 مربع واحد مربع زايد 1 ويساوي 1 مربع هو 1 زايد 1 ويساوي 2 إذن أخيرا صورة العدد 1 بالدلة F هو العدد 2 أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذه الجزئية نتابع كيف نجد عبارة G وF دائما نكتب مجموعة تعريف التحالي القناها من قبل مجموعة تعريف G دائرة F قلنا أنها تسوي R إذن مهما يكون X ينتمي إلى R لكل عدد X ينتمي إلى R وش عندي G دائرة F لX نفس الشيء نطبق التعريف نبدأ بالدلة الأولى اللي هي G نفتح عريضة كبيرة نكتب الدلة الثانية اللي هي F لX ثم نغلق العريضة ثم نكتب تساوي نحن نعرف أن G هي 1 على X إذن أو أو ندير حاجة أخرى G هي 1 على X إذن نعوض ب F لX باش ما تغلطوش إذن نكتب 1 عوضا ما نكتب X وش نكتب جيد نكتب F لX مش فقط هذه حيال فقط باش ما تغلطوش في الحزابات نتابع إذن G دائرة F لX تساوي 1 عوضا ما نكتب F لX ما هي عبارة F لX هي X مربع زي 1 أتمنى فقط قدنا الفكرة عجبتكم إذن هذه هي عبارة F دائرة F هذه هي العبارة مثلا لو نحسب نفس العدد ما هي صورة العدد 1 بالدالة G تركيب F أو F تركيب G إذن G دائرة F للعدد 1 نفس الشي نطبق نفس الشي إذن رح تقولي لي G نكتب الدالة الأولى نفتح العارضة F ل1 F ل1 وتساوي هنا نعوذ مباشرة F ل1 إحنا عدنا F لX هي X مربع زيد 1 إذن نعوذ 1 مربع 1 زيد 1 هو 2 ستقولي لي G للعدد 2 صورة العدد 2 بالدالة G ماذا يساوي نعوذ في العبارة عجب X له 1 على X ستقولي لي 1 على 2 إذن وتساوي هنا النصف إذن صورة العدد 1 بالدالة F تركيب G يساوي النصف شتوب لي هنا يربين أن الدالة G تركيب F لا تساوي F تركيب G إذن أكتفي بهذا المثال لأنني شرحت بالتدقيق إذن إن شاء الله في الفيديوهات القادمة رح نجيب لكم أمثلة أخرى ونجيب لكم حية أخرى إذن أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذا هذا الدمرين فقط كلمة أخيرة قبل ما ننهي الفيديو التاعي إذن مجلتكم مثال آخر ونكون F لـ X تساوي الجذر التربيعي لـ X ناقص 1 وجي لـ X تساوي 1 على X إذن نفس الأسئلة أوجد مجموعة تعريف F أوجد مجموعة تعريف G أوجد مجموعة تعريف F ضائرة G وجي ضائرة F والعبارة تحول إذن أتمنى فقط أنكم تحولوا في هذا الدمرين إلى الفيديو القادم إن شاء الله بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته